امبارح كلنا تابعنا وباهتمام كبير جلسة مجلس النواب الطارقة واللي دعا إليها السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي وده من أجل إجراء تعديل في بعض الحقائب الوزرية امبارح زي ما كلنا شفنا شهدت الجلسة موافقة مجلس النواب على إجراء تعديل وزاري من 13 وزير الحقيقة التعديل والتغيير لازم نقول إن ده سنة الحياة وده أمر مطلوب للغاية وزي ما بنقول ضخ دماء جديدة بشكل عام لكن مش معنى إن احنا بنضخ دماء جديدة وإن في وزراء مش ووزراء تانين جم لازم يكون من جوانا امتنان وشكر للسادة الوزراء اللي رحلوا لأنهم الحقيقة قدوا ما عليهم في ظروف صعبة جدا يعني خلينا نتذكر من أول السنتين اللي كنا بنواجه فيهم فيروس كورونا تدعيات فيروس كورونا على العالم كله وحالات الغلق اللي حصلت في العالم وبعد كده على طول ما فوقناش لقينا الأزمة الروسية اليوكرانية ده طبعا خلينا نتكلم وبشكل واضح إنه أثر بشكل كبير على العديد من الأنشطة على الاقتصادات ليس فقط في مصر ولكن في العالم الوزراء كانوا بيشتغلوا في ظروف خليني أقول صعبة جدا ظروف غير مسبوقة بالنسبة للعالم كله وليس فقط على مصر وده بالتأكيد بيبقى لها نعكسات على الخدمات على حاجات كتيرة في حياتنا على الأسعار طبعا وفي ظل ده الحكومة كانت بتحاول إنها تؤدي عملها تيسر على المواطنين وإن شاء الله يعني نقول لهم شكرا وبنقول لهم يعني قديتوا اللي عليكم وبنكن لكم كل احترام وتقدير وبإذن الله أيضا بنتمنى التوفيق للوزراء الجدد إنهم يطوروا الأداء وينجزوا عدد من الملفات اللي حتقع على عطقهم إن شاء الله النهاردة الوزراء الجدد حيؤدوا اليمين الدستورية اليمين القانونية عفوا أمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ده حيكون خلال ساعات علشان بقى يستلموا الملفات يبدأوا مسيرة العمل والشرع المصري خلينا نقول إنه يعني دايما التغيير بيبقى الشرع المصري بيبقى مرحب به لكن الترحيب ده بيبقوا دايما المواطن بيبقى باصس بقى هتعمل لي إيه؟ هتتصرف إزاي في الموضوع ده أو في المشكلة دي وده بيخلي فيه مسئولية كبيرة على أعضاء الحكومة سواء بنتكلم على أعضاء الحكومة الجدد إن شاء الله أو اللي تم ده جديد الثقة فيهم لأن ليه أنا بقول إنه المواطن لسا عينه ومش هيبقى سهل لأنه الأوضاع ما زالت صعبة اللي بتشهدها دول العالم كلها والأوضاع لما بتبقى صعبة دايما بتبقى فيه بيقولك إيه؟ وزارة الأزمات أو اقتصاد الأزمات بيبقى محتاج الشخصية اللي بتتعامل في ملفات شائكة يبقى من نوع خاص يبقى عنده فكر مختلف في النهاية إحنا بنتمنى إن شاء الله كل التوفيق للجميع في الأول وفي الآخر لما فيه صالح بلدنا مصر إن شاء الله